السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابنا الكرام في كل مكان حياكم الله اينما كنتم. اه بصراحة انا مش طرع اتكلم في اي محتوى يعني ولا حاجة. اه مش بتكلم في محتوى معين يعني. اه يعني طالح كده اتكلم معكم باب الدردشة والفكاهة. اه بحاول ان انا بعمل محاكاة لاربع اه مشايخ اه او او ثلاث مقرئين ومبتهل. اه فانا يعني قلت كنت باقترح ان انا مسلا اقلد الناس ديا وانتو بقى تقولوا يعني مسلا رقم واحد هو الشيخ فلان رقم اتنين هو الشيخ فلان. اه لكن انا يعني هقول اسم الشيخ وانتو بقى ايه ورأيكم يعني. يعني انا طبعا بعمل محاكاة. يعني انا مش بقلد الشيخ او او المقرئ من نسبة مية في المية. لكن هي ايه محاولة للمحاكاة مع اه هذا القارئ او مع هذا الشيخ. لكن طبعا لكل انسان يعني حنجرته وصوته وآه والبصمة بتاع الصوته يعني. طيب عشان ما طورش عليكم نبدأ الاول بسم الله. الشيخ المتشاوي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. غير المغبوب عليهم ولا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. غير المغبوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. بسم الله الرحيم. كنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله العظيم بصراك الله العظيم احنا كده خلصنا المقرين لما هنقلد الشيخ نصر الدين توبار طبعا ده مبتهل فهنقلده وفي ابتهل مش قرآن بسم الله الله كان ولا شيء سوى الله كان ولا شيء سوى بلا بدء ولا منتهى رب عبدنا إن ضاق أمر دعونا وإن نزلت بنا الشدائد عن قرب سألناه يا سالكين يا سالكين إليه لا إليه الدرب لا تقفوا طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول لمحروم تمناه طابعا 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 أنا ما عنديش أي مشكلة خالص إذا مثلا علقتولي مثلا إن الشيخ ده أنا كنت متميز فيه أو إن الشيخ ده كنت عارف أليده كويس لأنه إحنا في النهاية مش بنقدم يعني محتوى حقيقي إحنا بنحاول نعمل محاكاة لبعض الناس اللي هما بالنسبة لنا يعني قوامات وقدوة وتعلمنا منهم يعني يعني أنا يمكن أكتر شيخ طبعا سمعتله وتعلمت منه أحكام القراءة وطبقت وراه والشيخ محمد صدق المنشاوي رحمة الله عليه يعني طيب كده أكون خلصت معاكم أشوفكم على خير إن شاء الله السلام عليكم شكرا